لنأخذ فاصلا من الرياضيات المجردة والتي تكون رياضيات جبر المتجهات ولنفكر حول شيء قد تواجهه إذا اضطررت لكتابة كود برنامج ثلاثي الأبعاد أو تعاملت مع رياضيات تتعلق بفضاء ثلاثي الأبعاد والفكرة هي معادلة مستوى في فضاء ثلاثي الأبعاد R3R3 حيث أنك تعلمت ما هو المستوى أعني نحن نعيش في عالم ثلاثي الأبعاد ونرى المستويات حولنا باستمرار سطح شاشة جهازك عبارة عن مستوى بغض النظر عن زاوية ميله ويمكنني الرسم هنا ضمن ثلاثة أبعاد لنقم بعمل أفضل من ذلك لنقل أن هذا المحور X وهذا المحور Y وهذا المحور Z نعلم أن هذا هو المحور X وهذا هو المحور Y وهذا هو المحور Z نعلم ما هو شكل المستوى إنه يبدو كشيء من هذا القبيل سوف أرسمه بزاوية عشوائية وتستمر في كل اتجاه إنها X في Y زائد باي Y زائد Z في Z وتساوي D إذا كانت هذه رسمة على المستوى فهذا يعني أن كل نقطة على المستوى هذا كل X Y Z على المستوى هذا تحقق المعادلة الآن طريقة أخرى كطريقة تحديد نقطة أو تحديد مستوى هي إعطائك نقطة معينة تقع على المستوى بالتالي ما سنقول هو انظر النقطة تلك تقع في المستوى لنقول أن أحداثيات النقطة هي X0 Y O Z O من الممكن أن تكون إحدى النقاط المماثلة للنقطة هذه ذات الإحداثيات Z Y X هنا لكن لنقول أنها مجرد نقطة أخرى واقعة على المستوى من الواضح أن النقطة هذه لن تعرف المستوى من تلقاء نفسها يمكنك أن تدين المستوى حول النقطة هذه بعدد غير منتهي من الأشكال لكن إذا حددت تلك النقطة ذات الإحداثيات X0 Y O Z O وحددتها متجها عموديا على المستوى ويمكنني رسم ذلك ابتداء من هنا لكن يمكنني أن أنقل متجها حيث أردت لكن لنرسمه هنا إذن إذا حددت متجها عموديا على المستوى استخدمت كلمة لم أعرفها لك حتى الآن لكن عندما أقول متج عمودي حيث أن إن متج عمودي أو ما نعنيه أنه عمودي على المستوى هو أن المستوى العمودي متعامد على كل شيء يقع على المستوى إنه عمودي على كل متجه واقع على المستوى عمودي على أظن أفضل طريقة لقول ذلك سأقولها بتعبير غير دقيق كل شيء واقع على المستوى بالتالي إذا وجد متجه ما واقع على المستوى وتخيلنا أن المستوى عبارة عن قطعة من الورق المقوى عندها فذاك السهم الذي رسمته باللون الأصفر تخيل أنني قمت برسمه بالفعل على لوح الورق المقوى إنه يقع على المستوى شكرا للمشاهدة 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 شكرا للمشاهدة